السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشباركم لبس عليكم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة ان شاء الله اه كدرتوا لبس عليكم بخير هانين اليوم اجيتكم بوح الطبق اللي هو زوين بزاف وصيفي مئة بالمئة يعني شي حاجة اللي صيفية واقتصادية في نفس الوقت اليوم غنحضر معاكم مستك دي الجاج مقلي اللي كيجي زوين بزاف وغنرافقوه بخوضار وبواحد باريزيان طريقة لي كجي زوينة بزاف وغنحضر معاكم حتى تحلية تحلية اللي انا درتها بالبقايا دي الكيك بقاتل هي كيكا متكالج بطبيعة الحال ما ما نرميهاش نقلت علاش اللي نحضر بها واحد تحلية اللي كجي زوينة بزاف بزاف يعني كجي بحلها كتاكولي حلوات يلا كريم يعني مئة في المئة كجي زوينة بزاف وكجي مبردة وتتصلح لنا حتى هي في هذا الصيف هذا تبعوا معي ان شاء الله واتنسى انتم ان لا تنسوا نيش من لايك وبرتاج للفيديو تبعوا معي المقادر وطريقة ديالتحدي اول حاجة غان بدر بستك ديال الجاج هنا عندي كيمية على حسب افراد الاثران هنا عندي استك ديالجاج انا صيبت وراتي كان عندي استر ديالجاج وقطعتو على هالطريقة جو ما تقدروا تشتيو جاهز راكي تباع هكايا يعني جاهز ان صيب مقد انا كان عندي استر ديالجاج وصيبتو بطريقة هادي كما كتشوفو في الصورة عندي هنا بيضة واحدة وحبيبيبيبيبيبيبيب اه الحسب الاشيبية انا كما قدت لكم عندي تقريبا كيلو ديالستر هنه عندي واحد للنس مع القضي القضي الشونية عندي معلقا صغيرة ديال الالبزار عندي معلقا صغيرة ديال السكنجبير وبمعالقة ديال JellyPfahren ومالقاء ديالكركم عندي معلقا ديالتون بودرة ومعالقا ديالبصل بودرة هذو كيعت bugünerel النسم مزوين構 Неつوينو عندي واحد في ديالملحة كذبرو معدنوس سوف نضيف بيضة واحدة ولا حسب لك انتعادكم كمية اكتر فيمكن لكم ديرون جوج بيضات سوف نضيف ذلك التوابير كامل اللي عندي مع ديك البيضة ونخلط الكل حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم يكون شيء موضح لكم في الفيديو ان شاء الله تيجي زبين هاد ستاك هذا كيجي يعني شيء يطلح لنا للصيف كذلك ما كتحرفوا الصيف كنحاولوا ما امكان بعضوا على المرقى وعلى هذا الشيء يعني ما كيتكالش نسيت هنا ما اذكرش معكم مع القضية الخل خلجي الحامض او للخل العادي ولا مع القضية الحامض اللي مشوفة عندكم ديروه سوف نضيف ذلك التوابير كامل مزيان مزيان تكين ديمجوا لي مع بعضياتهم حتى تتخلط لي ذلك البيضة مزيان مكيبقوا مش فيها الخيوطة سوف نضيف باش نبدأ نشرمل اه 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 بها الطريقة هاد سوف نشرمله مزيان وقد نخليه مرقد واحد ساعة دي المقانة تقريبا داروري نخليه مرقد شوية باش كي تشرب لنا ذلك العطرية مزيان اه مزيان اه لا غير درناه طيبنا في البلاسة فهو مكيتشربش هنا العطرية انا انا خدمت ايدي صراحة باش نشرمله مزيان سوفي غدي نشرمل الكيميا كامل اللي عندي واندوه ان شاء الله باش نشوفو من بعد ما غرقدناه ساعة دي المقانة او لاز قدرت تغرقدي يعني لي لقبل ماشي مشكل سوفي هنا كي ماشتو انا عندي شابلوغ نارا مخلط كنعود نخلطه مزيان كي ماشتو هنا عندي شابلوغ عندي شابلوغ اللي انا يحطرشو يعني صنع منزلي مش ريتوش حطرشو في الدار ساهل بزاف شحان مخترا كنجيبو باريزيان وكي يعني كي يبقى كيتلاحو ذك شي لاش للي ما كان حطروش بهاد شابلوغ هذا وكنديروه في المجميد فهو را كيبقى مدة طويلة كنناخدوه كنشدوه كنديروه في الفران كنسخل الفران مزيان مزيان او لا كنكون ديجا مطايبة الخبز في الفران كي يكون باقي سخون وكنديروه وكنديروه حتى كي يتقرمليه مزيان مزيان وكنطحنوه طريقة سهلة سفي هنا مبعد ما دوز تقع القيطع دي الجاج اللي عندي في الشابلوغ بهذا الشكل هذا كنديروهم فتلاجة واحد شوية وكندن قليفهم مباشرة هنا عندي زيت سخونة خليجة حتى سخنة مزيان وكننقص العافية مزيان باش ما كيتشوتوش وكنبقوا خضرين من الداخل سفي وكنم بدن دين حتى هايك واستاك ديالي نخليهم حتى كي يتقعوني على خاطرهم على نار مهيلة كما قلت لكم باش كي يتقعون فهو اه استدر دي الجاج ركيتا بسرعة وديك المعالقة دي الخلي كنديروه في تتبيله فهي كتساعد باش كي يجينا ما كيجيناش دجاج ناشف وكي يفتي وزوين ما كيجيش ناشف نهائيا سفي كنخلي هنا يا تكي يتقعوني من هاجي جياه وكننقلبهم للجيها الخرى طريقة سهلة وكل شيء موضح لكم في الصورة. كما تشوفو سوف نقلب بها الطريقة هادي. طريقة سهلة. شوفو كيف يجي يجي مذهب كما قلت لكم حاولوا متجاهدوش على البوطة. البوطة مهيلة نعافية مهيلة حتى يوجد لنا استيك كامل. هنا هندوز ان شاء الله باش نصيب معكم باريزيان. هاد الباريزيان انا شاطلية. من من الفطار اقسمتو هاد طريقة هادي. صافي وغادي ندير هناي الزبدة. والقزبرو مع دنوس. واحد جوجة فصوص ديال التومة محكوكين. صدقوني هادو كيجي وزوينين بزاف مع بحال هاد الواجبات هادو. انو بحال الواجبات في الغالي ما كنا نكلهمش بالخبز لانو اه ما كيتكالوش بالخبز وكيبقى هادا زوين بزاف كيجي لديد ومقرمش. جربوه ان شاء الله غادي عجبكم. وغاتولي ديما. اه تصيبوه. وفي نفس الوقت ما كنضيعوش للباريزيان. صافي كي مشتوه كمده نحط الزبدة. وقزبرو مع دنوسوتو ما. غير بهاد الشكل هادا عشوائي فوق من الباريزيان لانو مني كندخلو الفران. فهو كيدوب لنا وكيدخول لنا قاع في الباريزيان من الداخل. كيجي مقرمش والديد بزاف بزاف. حسافي هنا هندوزو باش نصيبوه التحليه كيما قلت لكم بقايا ديال الكيك بقى عندي تقريبا واحد مصد كيكا. هكا يا فرتتها زيان ديان حتات فرتات. وغندوز هنا باش نحط الكريمة عندي ديال الكريم شونتي دير الشاسي بدنك هاد الفاراولات قدروا اي نكهة بغيتو. ندرتها مع كاز ديال الحليب بارد. وطلعتها حتى ولت لي بحات الشكل هادا. كما اشتو كنا اخذ هنا الكويسات. انا عندي هنا يا ذاك الكيك ها هو كما كتشوفو. عندي هنا السيرو. وعندي ديال الكريمة اللي طلعت درتها في هاد البوش هادا. سافو عندي الكويسات ودع بغن ندوز باش ندن صيب التحليه ديالي. نضيف اولا في اللول في الطبقة اللولة الكيك. اللي كما قلت ليكم فرتته مزيان مزيان سافو غادي نفرته بهات شكل هادا. كما اشتو غادي نضيف غادي نضيف قاعد الكويسات بغا الطريقة هادي. نضيف القياس يعني على حسب شحل شحل من كاس غادي نديرو. سافو كنسقي بسيرو اللي درت كاس ديال الماء ونسقي ديال السكار وخليته وحتغله فوق البوطة. سافو كنسقي بيذك الكيك ديالي باش مكي يجينيش ناجف. سافو كندير الطبقة التانية الكريمة اللي انا طلعت. سنتقدروا كما قد لكم نضيفه انك هاللي بغيته. الفاني او اللي يعني انك هاللي بغيته اللي حبيته. سافو كند ندير هكا طبقة التانية ديال الكريمة بشكل هادا. الكريمة تكون تهي كنت شتلها جاعة لكن مش جرشات فراسة قابطة فراسة. سافو هنا غادي نضيف الطبقة التالية اللي هي ديال الكيك باتشكل هادا. طريقة ساهلة ساهلة هاتة حلية بزاف 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 اقتصادية. وفي نفس الوقت والله كي تجي اكتر من رائعة المدق دياله كي يجي يزوين بحل لك التاكل شي حلوة ديال الكريمة يعني بحلها كاك سافي غادي نضيف هنا يعوش انا هنسقي واحد شوية باش منعموش الكريمة ديالي بسيره. وغنضف طبقة الاخيرة ديال الكريمة في هاتة شكل هادا. صافي هادا هو الطريقة ديالي هاتة حلية ساهلة وكي تجي في نفس الوقت اكتر من رائعة وزوينة بالساف كي تبرد عليكم في هاتة الصيف هادا. صافي وكماشتوا بعد ما درت للطبقة الاخيرة هكا. تحموه من محي الكريمة كاملة اللي بقات عندي درتها من الفوق. غادي نزين الكبوح شفي ديال القرقاع. كي يبقى لكم كامل اختيار اختيار تزينه باي حاجة بغيته. بالقرقاع باللوز بالك شوكولات يعني كي يبقى لكم كامل اختيار انا عندي كان عندي وحد شوية ديال القرقاع. زينت بهم من الفوق. صافي وغنضيف حنا قصص الفراولة. بما انني ديال الكريمة بنكهة الفراولة فانا درت هاتة الصص اللي كتبع جاهزة. زوينة بزاف صراحة وكتنفع. هنضيفها من الفوق. كتزين وصافي وكما قلت لكم كل واحد يزين بالحال اللي يبغى. صافي. هاد الشكل هادا. زين زين لي هو خفيف. وكيجي زوين في نفس الوقت. سوف يوم بعد ما نكملهم كنديرهم في تلاجة حتى كي يبردوا ليم زيان زيان. وبالصحة والراحة غادي يعجبوكم. وغايجيوا زوينين بزاف فيما تدروا شي كاكي ما كان عارفو ركاك دائما تيبقى. ما تيتكالش. سوف يوم ما كيما اشتوك يجيوا بهالطريقة هادي. هاو ما من بعد ما بردو. دبا اه واللوجة. هذي الاكل كيوا اكثر من رائعين. زوينين بزاف من بردين يصلاحوا اللي يكون في هذا يعني في فلج وهذا. كانت مني ا ктоougو ان تخليوا اللي يفتتع عليق. او او الا بغيتوا نحضر معكم نج لاس واتحليات bikes ا Mack which ones that حل capacity to fall. كانت مني تقولو لي في التعليق وما تنبخلوش عليا بلايك وبرطاج الفيديو. او شكرا بزاف عالمتابعة وانتو كما تشوفو هذا طبقة اللي حضرت معكم دي الزيتك دي الكواب خضيرة التي أنا كنبخLoها. كان صوتايها مع زبدة والملحها والبزار وتو�رها مع الن electromagnetic تهيه كجي زوينا بزف لابا نشاركه معاكم بشي فيديو وده هو الباريزيال اللي صايبت معاكم تهيه كيجي اكتر من رائع مقرمج وبنين دي كتوما وزبدا وقزبورو مع تنوس كيعطيه واحد لبنا اللي هي زوينا زوينا بزف ورافقتهم هنا معا عاصر جيل الفارغ غادي يكون هذا هو الشكل ديال الاطباق ديالنا النهائية جاج مرافق مع الخضراء والدك الباريزيال اللي حدرت معاكم اللي كيجي اكتر من رائع وتحليل اللي كما قلت لكم اقتصاديا مئة بالمئة وفي نفس الوقت كتجي شي حاجة اللي الطب لديد بززاف غادي تعجبكم غادي تعجبوا لداتكم شكرا بزاف على المشاهدة ديالكم من هذا الفيديو هذا كانت من اللي ماقع ما درج لي اي اي اابوني دلو لي اي اابوني ولايك وبرطاج مال احباب والاصديقاء وشي تعليق زوين عليش اللي لا تعجبتكم الوصفة مسلا معا لكم حتى الفيديو الجاي